موسيقى مكملين معاكم مشاهدينا مع أولى استضافاتنا لهذا اليوم ومعانا استضافة لأم عمر طبعا كان هم أم عمر وهدفها الأساسي هو الحفاظ على المأكلات التراثية والشعبية معانا السيدة طبعا أنا حكيت لها تحت الهوى وبدأ أحكيكي أم عمر أهلا وسهلا ما يسأل حياري كيف حالك أهلا وسهلا حياري كيف حالك أم عمر ما شاء الله يعني نور الستوديو يسعدك يا رب يحسن البركات البركات إجاك معها أهلا وسهلا فيك وجود أصحابه طبعا يسعدك تسعني تسعني شرفتنا هكي اليوم نحن كثير من حب كون عن هكي الصدفات نحن نحكي أكثر عن التراث التراث مو بس نحكي بلبسنا التراث بأكلنا التراث بحكنا هناك كثير عادات وامور نحن نحكي كمأكلات تراثية وشعبية فكثير حبينا نحكي أكثر عنها معاك اليوم إن شاء الله طبعا بداية خلينا نحكي عن مشروعك الإنتاجي تحكي لنا أكثر عنه أنا مشروعي بدأته من الصفر نعم حبيت أسميه مشروع منتجات أجدادنا لأنني أخذته كل من الأصل من أجدادنا نعم أشتغل بالطريقة اللي كانوا أجدادنا يشتغلوا فيها على الحطب وبعدين كله أورغانيت هاند ميد ما في أي مواد حافظة كله طبيعي بي بالمئة مثلا عندك دبس الرمان بعد 8 ساعات على النار على الطبيق طبعا وهاي زي ما مشاهدينا قاعدين نشوف حتى لون الدبس الرمان غير اللي نحنا اللي نشتري نعم طيب أم عمر هلأ أنتي لما تبلش تشتغلي هاي الأشياء قداش هيك بتصحي من الأول لنهار من الصبح من الشي تشتغلي فيها صدقيني هذا اللي مربى اليوم عملته على الساعة أربعة كنت عم بشتغل بيه الله يعطيك الصحة ما شاء الله عليك وليسا تصخن أيضا كمان الإنسان المنتاج بصحى على رزقته من بكير من بكير لأنه تتقسى من الأرزاق الصبح بكير ما شاء الله وكمان الإنسان مو بس النشيطة الإنسان اللي بحب الشغلة اللي بيعملها اللي بحب شملته بالضبط بتلاقيه بصحى بناشاشات بناشاشات وهمة نعم الله يعطيك الهمة يا رب يعطيك الصحة الله يعطيك يا رب طب كهذا المشروع انتي ما تبلش فيه أنا صار لي بحدود أنا خبرت ثلاثين سنة جمعيات خيرية بس مشروعها صار لي عشر سنين فيه ما شاء الله عليك ومشروع ناجح جدا ونصح كل شدة طيب أم عمر هلأ إش أهم من المنتجات لدينا إحنا حكينا شوي هكذا وحكيتي حضرتك هذا المربيات هاي المربيات ايش كمان عندك هكذا عندي ثلاثين نوع مربة ما شاء الله يعني الالفيرا بعملها مربة الفلف الحارنة بعمل مربة كيف بطلع الفلف الحارنة بيجنن على مربة حتى سبايكي بتحطيه مع المشاول جاج اشي مش طبيعي ما شاء الله عليك طيب ايش كمان هاي شايفنا هنا هاي عشبة الهندبة هاي للتنحيف للتنحيف هاي رائعة جدا ننخبيها هاي هاي حتى لرفع الدم ما شاء الله وخالته لو سمت بي هاي السملة البلدية هاي عشبة الخلة حصو رمل مثاني نعم حمد الله ما حد بيجعني ويبوضها مني يبقولي الحمد الله ما عاد احتاج لك موشول المسالك البولي نعم اذا في رمل اذا في حصو يعني جاب الحصو فرجونية ماشا الله اللي نزل منهم طب خلطوا هاي منحطها ومنغليها هاي هاي تقريبا ساعة الربع على نار هادئ عشان نأخذ كل الفائد اللي فيها واني طعمها مر طيب وهذا الزيتون وهذا الزيتون عن شجر عندك من شجري من بلادي من أرضي ما شاء الله هذا قشر الرمان هذا قشر الرمان لألام المعدة لألام المعدة نحن نستفيد من كل الرمان من قشره من بذره من كل شيء هذا بتاخذ هيك يعني المعلاء ناشفة من قشر الرمان لها غلي ومشرب السائل اه زي دباغ للمعدة بعمل هاي حواش المنصف بجمحها على جبال زهرة زهرة لذلك بتلاقيها مميزة هاي 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 جديد أنا أول مرة بسمع لا هاي عزمان جدات دكالي عشان ايك أنا بعملها أحمد هاي هذا ما يسمى بلدي تبعت بكرة تبعت يوم الجمعة ايه منسف يوم الجمعة كم مهم وكما كنا 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 نسمع يعني جدودنا وجدود جدودنا قدي كانوا ما شاء الله بصحتهم بالسمن البلدي والزيت لما ما كان فيه أي شيء مهدرج وبغشوش كانوا بصحتهم كانوا بصحتهم يعني موت الرجال الكبير والست والسنان بثمه صح ما شاء الله وقوتوا ما فيه ألم عضلات ما فيه مفاصل ما فيه قلب ما فيه كانت الأمراض هاي ولا يعرفوها أصلا ما شاء الله عليك إم عمر ما شاء الله ما شاء الله تشرف يعني أنتي إجت الملكة رانيا إجت ذارتك وشافت المنتجات اللي إليك هكذا حدثين عن مشروعك لما شافت الملكة رانيا كيف كان هكذا اللقاء الملكة رانيا أنا كنت يعني اتفاجأت بجيتها نعم كنت مبسوطة كثير كان عندي يوم عيد ما شاء الله كان عندي أحلى يوم ما شاء الله ما شاء الله ما بتتخيل لديش حبه وحنانها نعم وديش إنسان لطيفة بمعنى الكلمة ما شاء الله رائعة جدا نعم ملكة بكل شيء ملكة بأخلاقها بأخلاقها بإنسانيتها بحبها بحنانها نعم نعم خلينا نحكي ما شاء الله أنت عندك كثير أصناف بس شو مثلا الأكثر طلب أو الأهم الأهم نحكي المنتجات المنتج الذي عليه طلب نعم أهم طلب وأكثر من المنتج عندي عليه طلب وهو خلي الثوم الزنجبيل الليمون كولسترول شريم سكر التكلسات أطب بيجي يأخذوها من العراق بيجي يأخذوها ممكن هو هاد بعدين أيوها خلي الثوم والليمون والزنجبيل والزنجبيل هذا كيف تأخذ هذا؟ هذا بعد الفطور كاسة مي منحط عليها معلقة يوميا نعم ما تعمل؟ بتشيل كل التكلسات العشريان التاجي بتخفض الكولسترول بتنحف حلو يعني كثير فوائد طبعا هاي الأعمار لكل الأعمار ممكن أي حدا يأخذوها لكل الأعمار معدى الأطفال لأن الأطفال لا تحمل لا تحمل نعم طبعا هل كهذا المنتج بأنه كثير مهمة وعليه طلب كمان هل في أثار مثلا سلبية أو جانبية أبدا أبدا هو بس اللي عنده ضغط ما مننصحه يؤخذ لأنه بيكون فيه زنجبيل نعم طيب أم همار لأم همار كيف تخصصي وقت للمشروعك أنا مشروعي يتجزأ لثلاث أجزاء نعم عندي وقت للطبخ المربيات والشغل على الحطب نعم وعندي وقت لقرباتي يعني ساعة ثمانية بكون مجهز الأمور خلص خلصت ماذا يعني غروبات واتساب؟ لا فكرت غروبات يعني ستعمل على الأشياء الحلوة واتساب نعم نعم طبعا على الحجز مسبقا يعني بركتب الأمور يأتي و يفطروا خبز عصاد شاي على الحطب قليت بندورة سياح من شغلي سياح نعم من أهل البلد نعم والقسم الثالث اللي هي البازارات نعم هم بيأتي وين بيأتي يعني أطلالة جميلة وكثير عجبة الملكة تقول لي أم عمر منطقتك جميلة قلتها أنت الأجمل أحمد نعم لازم نحن نزول بك أهلا وسهلا تشابهونا 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 الله يسعدك يا رب الله يسعدك نعم نحن نحن عن السمن البلدي كيف يجب أن يطلب هذا السمن البلدي كثير يجب أن يطلب والجميع يجب أن يطلب ليس طبيعي خصوصا في الفنادق ماشاء الله أعطيني صراحة فري ويعني مبيعات ماشاء الله ستيمنا العياري هي منظمة بازارات منظمة بازارات نعم ودائما هي بالبريستو المتخصص نعم نعم وعندنا كمان سوق جارة بسم الله ماشاء الله جارة كل جمعة تقريبا ماشاء الله الله يطرح لك البركة يا رب ومهرجان فيتون كمان ماشاء الله مدى ما فيه جميد يعني لازم 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 أنا بشتغل طبعا ماشاء الله كله أنا شغلي ما بدخل حدا يشتغل معاي نهائيا ماشاء الله لأني عشان أنا أعرف شو بدي أطعم الناس لو بدي أجيب حدا يشتغل من بره آه صح ما حظ من اللي بشتغل معي شو أكيد شوف هذا سر المشاريع الناشحة الحمد لله وإن كان مشروع بسيط الحمد لله وهي معتمدة على حالها فيه كامل مكمل يعني بعدين إرادة تفحص لنا المنتج كل شهر بتزورنا مرة مرتين ماشاء الله وتفحص لنا المنتج وبتزودنا بمعلومات وماشاء الله عليها إنسان عمر مهتم بالاسم كمان باسمك ونوعية المنتجات فلهيك دائما محاضة ومتابعة لازم نحن نفض على تراث أجدادنا حتى طلاب المدارس أنا بخليهم قسم من العجين بخليهم يخبزوا معي عصاج بأخوذهم على الغنمات حذرتك بثيرهم يعني عن مدرسة ولا كيف؟ المدرسة بتجيب رحل عندك ماشاء الله يقولوا هيك المكان حلو ومسكر يعني أولادنا ما بتعرضوا لخطورة أو إشي بظن أحلى للطولاب المدارس مجميلة فكرة يعني هيك نحكي ماشاء الله المشروع ماشاء الله عليك إنسانة ناجحة ونحن برضو منفتخر فيك ومنفتخر المنتجات اللي عم بتقدميها قد هي طبيعية مئة بالمئة ولكن مثلاً شو طموحك يعني لمشروعك مثلاً لون حابة توصلة يعني أنا أنا من زمان بحلم بحلم أني أول سع مشروع أكبره يصير كمصنع وأجيب ستات يشتغل معي بس تحت إشرافي نعم أساس أني أقدر أعطيهم رماشر تحت سيطرتك تحت سيطرتك كمان عشان تعرفي شو هذا طاب وشو هذا صحيح نعم بالزبط وعندي أسرار بالشغل ماشاء الله طبعاً يعني حرام أنا بدل لكل واحد شو بدي يشتغل بس في لمسات بسيطة أحتفظ بها لنفسي نعم طيب أم عمر أنت هاي فكرة حلوة يعني هاي شو اللي خطر في بالك يعني تطلع بي هالمشروع والله كي بدأ أحكي لك أنا كان ابني مريض وتوفى والله يرحمه ويسر إليه نجعل مواجنا للنائم ولذلك ربي عوضني خير صبري خير والحمد لله من زارتنا جلالة الملكة على وجهها إجانتهم أولاد وسميناهم عبد الله وحسين ألف مبروك الله يبارك فيكم يا رب والملكة هدتهم أسماءهم هدية ما شاء الله عليها الله يحميها يا رب ويحمي سيد الملك حسين الملك عبد الله ويطوله بعمره وديم هالبلد بأمن وأمان علينا يا رب إن شاء الله يعني في كمان منتجات مثلا موجودة كمانا آآ منتجات في ما شاء الله منتجات كثيرة اش في كمان أشياء مميزة هي كمكة عندي خلطة رفع المناعة عندي مربى البندورة عندي الألفيرا عملتها مربى ما شاء الله طب هدول اش المربايات الموجودة معنا اليوم ايه التحوهو الضوق وعندكو هذا مربى الليمون والجنجر كثير عجب الملكة عندي الخبيصة كمان والسماق البلدي عندي أشياء كثيرة أنا مش جاي ما خطر في بالك يعني انه تعملي مثلا من هاي الأشياء هاي المربايات ما فلفل حار مربى ايه بفكر بالليل الصبح ملفذ اه يعني انا هذا الفلفل الحار مش داخل مخ كيف مربى حلو حار ولا كيف أول شيء تضوّق الحلو بعدين بيجيك الحار جميل يعني يعني بسوق جارة بمس كل قرن بكبره أنا ما بقسمه اه انتي الفلفل ايه فلفل على كبره تمام بقولهم حار هسا بتزغرته عندي بقولولي لا بقولولي لا احنا تمنا نبطن عادي هذا اللي بحبه الحار يعني اللي بحبه عشاق الحار نعم وعرض الحار أصلاً له فوائد كثيرة كمانا كالفل الحار نعم وعندي اليابانية كمان اليابانية كثير عندهم تضوّق للشغلات هاي نعم وبدرّبهم أنا اليابانية مثلاً عندك الخبيصة من خمس سنين وانا بدرّبهم روح يشتغلوا باليابان المربيات كذلك الأمر يعني انتي يا ام عمر مدرسة دولية الله يخليك يا رب مدرسة طبخ دولية الله يخليك يعني ان شاء الله هك نتمنى انه بعد نلاقي اسم ام عمر هيك مطعم ام عمر بدنا مطعم يعني ان شاء الله هك تكرمي تكرمي بدنا مطعم ام عمر الله عطيك العافي بس في هون اشي لفت نظري رفع المناعة ايوه ايش هاي هاي خلطة رفع المناعة اللي هي عنب ورمان وقسحو سمسم نعم نعم عنب ورمان وقسحو سمسم تضوقوها عنب ورمان وقسحو سمسم تمام ايش فوائدها هاي بترفع المناعة عندي انا يعني مبارح كانوا عندي جماعة ايجوا عندي عمهرجان الزيتون اخذوهم لأولادهم بقول لي من فضل الله الشتوي هاي ما وديتوا بلادي عدكتوا ما شاء الله هاي بياخدوها كل يوم كل يوم معلقة معلقة بالذات لما الطفل يحسوا انه بدي ينزلي وزوه او بدي يرشح تمام طيب ام عمر احنا اذا بدنا يجي عندك مثلا وين المكان بلينا بلينا احكي للمشاهدين وين مكانك احكي للمشاهدين انا مكاني صلت وادي شعيب وادي شعيب ما شاء الله كل يوم يجي معا ينزل ماشاء الله لفترة الربيع كتير ماذا مثلا بتقدمي ناس تجي بتفطر عندك او بتكون عامل اكل او لا لا بعملهم اول شيء الخبز على الصاج تمام الشاي على الحطل الله الله نيالهم الجبنة اللبنة الزبنة زائد مربياتي حلو وشو بيطلبوا انا بعملهم ما عندي اي مستحيل بدهم مقراس على الصاج بدهم اي اشي ماشاء الله انا اتحمست مكرا صراحة يعني لواحد سهلا الجمعة بيكون جوب حلو كمان شجعت السياحة الداخلية انجد 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 ماشاء الله عليك ستات فندق بروستول بعد ما خلص البازار بيجوا يفطروا دائما يعني بيجوا ثلاثين واحدة اول تمبارح كان عندي جمعية تحفيظ قرآن يعني شي ستين واحدة ماشاء الله نعم ماشاء الله يعني كمان نرجع من نذكر المشاهديين موقعك بالسلت السلت واد شايب واد شايب قرب من مقام النبي شعيب نعم من مقام النبي شعيب يعني اكيد اما عمر ما راح تقصر معاكم وان شاء الله يعني بتزروها وبتدوقوا يعني احنا شايفين هون الاشكال وشايفين قديش كل اشي ما يكون طبيعي حتى لونه بفرق نعم يعني تتطلع عليه طبع هاي ما منشوفها نحكي مراكز التسوّق اللي مروح عليها ولا منشوف هاي الالوان يعني ما شاء الله عليك اكيد هذين فرصة للمشاهدين هلا موسم الربيع يروح الربيع يشم الهواء يشم الهواء يمروا عند ام عمر يتسوّقوا يفطروا بغوتي يتسوّقوا الحلو بالمشور يعني قبل شوية كنت بحكي أنا وماي على موضوع درجات الحرارة بكرة الجو حلو نعم فمنقولها ايش شو مخططاتك بكرة تقولي شو مخططاتك لواحد ما في اشي بباله بس ما شاء الله عليك هاي هاي صار في اشي ببالنا ببال المشاهدين أكيد يعني شاء الله أهلا وسهلا بيضيفوا أختهم أم عمر الله يسعدك يا رب أمهم أم عمر هاي هاي شهادة الله يخليك يا رب تسلم يا رب يعني والله يشرفتنا نحنا كير ممسوطين الله يزيدكم شرفتنا وحتى كمان المربيات اللي هون ايش انتجابتنا اليوم عربعة لا لا نبون منتع نعم اذا بيبين هاي كي ام ربى الـ تمام النارنج اللي هو اليوم اشتغلته اذا حسيتوها ستلاقوه صاخم كمان ما شاء الله طب اشي فوائد النارنج و كمان مش اي مكان بطلع النارنج النارنج منمي للذاكرة ما شاء الله الليمون والزنجبيل اذا فيه التهابات حلق التهابات باللتة تقضي عليها تمام ام ربى المرمرات اللي هون برتغال مع الزنجبيل نعم كمان فوائده عظيمة ما شاء الله والبوما اللي اصلا هو البوما اللي بحذاته 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 بالضبط يعني انتي انتي ام عمر المربى بطلبوه منك نفس النهار بتعمليه اه فيه اذا حدا بيوسع شي بعمله نفس اليوم يعمل طلبيته على طول على طول حتى الخبيصة نعم انا هديتها للملكة وكتير مبسطة عليها احكي لنا شو هي الخبيصة اهه حكيتيها وسكتت هلا بصر اعرف شو خبيصة الخبيصة يا ستة العزيزة هي عنب نعم هسا هتستغربي مني تقولي لي كيف هالسا مفيش عنب باش موسم عنب نعم بس انا بجيب العنب بغسله وبنشفه نعم وبحتفظ بيه بالفريزر نعم نعم ما شاء الله واي حدا بيوسط واسع نعم 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 الخبيصة هي عبارة عن طحين بلدي نعم وعنب بلدي لازم نكون عنب بلدي أي عنب ما بزبط نعم وسمسم وقريش نعم ونحط النا هيك شوية نشا عشان تربط معانا الخبيصة نعم وبعدين نفردها على الشاش نعم ونغطيها على الجهتين عشان ما يجي عليها اشوائب طبعا الابيض لازم نكون ابيض خام نعم 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 ثلاث أيام بتكون ناشتة معانا الخبيصة ممتاز بعدين نبس الرشرة شوية تمي على هالفوت قطعت القماش البيضة بتلاقيها طلعت من حالها طبعا منغلفها برول التغليب وأهلا وسهلا وتعضب طبعا هي كيف يعني مع خبز ولا حالها لا هي تتاكل كفل النوغة آه فهمت عليك بس هي عشكل رييق زي يعني ان شاء الله إذا شذرناك هاليومين من لقيها موجودة والمهي من عيوني يعني عمر هي بتأيدك المعدة ان شريحان بتقول انه آه آه الخبيصة زاكية و بتشرح بتشخي دليل انه شريحان تعملها كل يوم بعدين انا مش بس خبيصة عنا بعمل بعمل خبيصة زنجبيل ما شاء الله الله مصلي عنا بي خبيصة رمان انت براكزة على الزنجبيل شوي ببعض المنتجات عشان طبعا زي ما هو معروف فوائده عظيمة نعم تتحكي لها هيك شوي عنها اكتر هيك هيك بشكل هيك سريع زنجبيل انا كمان بعملوا مربا و كمان بعملوا زي كيف الفواكل المجففة كمان بعملوا بعملوا عدة طرق يعني نشاء الله يمكن لازم نزورك و نعمل تقرير كمان من عندك يا ريك لحتى نورجي كل هالمنتجات تسلم تسلم كل وادش عب تنور الله يسعدك نورها بأهلها والله انتم نورين ما شاء الله الله يسعدك نورتنا ام عمر اهلا وسطرها الله أهلا بي ومبسطنا بتواجتك بهاي الاشياء الزاكية التراثية لازم نحافظ عليها زي ما خدرتك تفضلتي و ان شاء الله عن جد هيك الله يطول بعمرك و تضلك تعملي اشياء ذاكي ووصل اسمك لفوق الله يسعدك نور وتفتح المطعم اللي عم بأقولك عليه ومصرر ان تعملي مطعم ان شاء الله ان شاء الله هم اشي ربنا يحفظ لنا جلالة الملك والملكة ان شاء الله وديم وندخر إنا وظل بلدنا الاردن بامن وامام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شكراك و اهلا وسهلا فيك شكرا